تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاند من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم إن شاء الله بدنا نيجي نحكي عن باقي سلسلة اللي هو سلسلة هارمني أو أس قبل هيك أنا عملت فيديو وحكيت أنه في أجهزة حوالي 19 جهاز من واوي هذه الأجهزة أخذت هارمني أو أس التجريبي علشان ينزل مستقر وحكيت عن الأجهزة وشي هي الأجهزة إذن اللي ما شافش الفيديو وبيحب يشوف الفيديو حط لك إيها الآن في العلامة البيضاء اللي هتظهر عندك علشان تتفرج عليه واليوم بدنا نيجي نكمل قبل ما نيجي نكمل فيه شغلات بدي أجي أحكي لكم إياها هيك للذكرى أو يعني للذاكرة أن ترجع هيك لورا شوي أول ما نزلت الموبايلات نزلت نوكيا إذا بتتذكر لما نزلت نوكيا كلكم عارفين نوكيا نزلت نوكيا كنظام اللي هو نظام ثاني سيمبيان هذا النظام اللي كان شغال على نوكيا كنا نستخدم الأجهزة العادية الكشفات والأجهزة بعدين التتش عن نظام سيمبيان وبلش النظام هذا يمشي 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 والأجهزة نوكيا نوكيا بقت مكتسحة الأسواق بقت المبيعات نوكيا تبيع فيش غيرها يبيع بس نوكيا وبس كل يطلب نوكيا بلش الناس يتعود على النظام وتمام تمام لكن تيجي لواحد يتقول له كيف نوكيا يقول لك بس إيش هزا يقول له نوكيا إيش نوكيا اسمه نوكيا الالتصال نوكيا كله نوكيا طيب بعد هيك الأمور مشت 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 ونوكيا مكيفة وتبيع وما شاء الله عليها وضلتها زي ما هي ما طورتش أصلا حالها هوب إلا هو نزل نظام الأندرويد بلشت إيش نظام الأندرويد نزل على أجهزة سامسونج أجد أجهزة سامسونج تشتغل أنا بتذكر أول جهاز سامسونج نزل بالأندرويد نزل عندنا كان اسمه جالكسي أستو هذا الجهاز الجالكسي أستو أول منزل كان جهاز غريب كان جهاز طبعا حجمه كبير أول إشي ونظامه هو جديد يعني تيجي تطلع فيه كان حقه طبعا غالي كان حقه أول ألف دولار الجهاز أول منزل كانت تطلع في الجهاز إيش هذا الجهاز تفتعه طبعا غيرك النظام كله بيختلف تفتعه أول ما بدك تدخله تعمل إعدادات وتدخل يعني حاجة غريبة وكمان فيه نظام كان فيه ألعاب وفيه شغلات جديدة أول مرة تشوفها كان عندك اللعبة مثلا الشمعة تنفخ على الشمعة تطفي يعني حاجة غريبة فتيجي لواحد تقوله اسمع فيه أجهزة جديدة أجهزة تسمى سامسونج تأخذ منها يقول لك لا 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 خلينا عن النوكيا خلينا على اللي منعرفه أحسن اللي منعرفوش فالناس كانت متعودة عن نوكيا بلشت نوكيا تقريبا ضلت شغاله وأجل أندرويد وبلش الأندرويد ينزل شوي 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 Galaxy S2 وGalaxy S3 والأجهزة التي نزلت أنتم عارفينها والأجهزة التي نزلت سامسونج بالأجهزة مقابل نوكيا مقابل نظام اللي هو سمجن مقابل محل الأندرويد والأندرويد اللي نزل طبعا كان اندرويد بسيط شوي 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 انسحب البساط من تحت نوكيا وراح لوين لا سامسونج للاندرويد من تحت سيمبيان راح لوين لا اندرويد بقى الواحد تقوله خد سامسونج قولك لا 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 بديش سامسونج خليني في نوكيا بس ذكروا فيه كان جهاز اسمه نوكيا كان اسمه N8 كان حقه 1000 دولار وهو في نظام السيمي كان يعني جهاز ولا تشوفه الان لا تقوله شهر الجهاز كيف كان الناس بقي يستخدموه سبحان الله العلم بيقدم يعني الناس اللي بتحب التطور بتطور فبالتالي فيش حد بيضل على حاله يعني اليوم احنا نظام السيمبيان راح اجه نظام الاندرويد اجه نظام IOS اللي هو IOS اللي هو نظام مين اللي هو نظام Apple انتوا عارفين والاندرويد الاجهزة كلها الباقية اندرويد حوالي 87% من الاجهزة او من الناس بيستخدم اندرويد و13% بيستخدم IOS اللي هو نظام شركة Apple الان فيه نظام اسمه Harmony Harmony OS هذا النظام اللي بده تعمل واوي وبين زمان من 2009 بتعمل فيه وبدأت نزله وحكيت عنه كلام كتير وانا حكيت عنه فضيهات كتير وقالوا انه بدي نزل في 2020 وهي اجهة 2021 وهي ينزل على جهاز كذا فبالتالي هم تقيما الآن يعني قربت النقطة او قربت مرحلة الاطلاق فالHarmony OS هيكون نظام واوي تابع لواوي هيشتغل عليه النظام اللي هو اجهزة واوي وهيشتغل عليه اجهزة تانية بس في المرحلة الاولى بس اجهزة واوي هتكون شغالة في الوقت الحالي هيبدو من اجهزة الفلاكشيب فالاجهزة هادة اللي هتكون شغالة عليها النظام Harmony OS 2.0 اول اللي هو اطلاقه هيكون على اجهزة الفلاكشيب وبعدين شوي انزل تحت تحتها في مقطع فيديو انتشر على الانترنت هذا المقطع بيوضح كيف واجهة واوي اللي هي Harmony OS 2.0 كيف بتشتغل على اجهزة اللي هو جهاز كان اسمه او اسمه Mate X2 هذه الجهاز تابع لواوي فهذا النظام لما كان بيشتغل كان بيشتغل ويبين انه كيف الواجهة هادة بتشتغل فبالتالي قرب اطلاقه وقرب اننا نشوفه ان شاء الله على الموبايلات وحنا هبين نجربه وانا حب يعني انا حب اشوف هذا النظام واجربه زي ما جربنا الانظمة السابقة وكل حاجة جديدة انا بحب اجربها واشوفها علشان الواحد يعطي فيد باك للناس ويقولهم ايش هي هذه الواجهة بتمنى انه ان شاء الله تصلي عن قريب ويعني عن جد انا مرهف ان اشوف هذه الشغلة او هذه التجربة الجديدة وبتمنى ان فيديو يكون اعجبكم وهذا كان ملخص الكلام لانا لو بدي حكي كان حكيته كثير بس بالتالي يعني الواحد اختصر فلايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد يا حبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي في فيديو اخر سلام